اشتركوا في القناة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ويأتي تمرين أمن الخليج العربي ثلاثة تنفيذا لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس فيما كان التمرين الثاني قد عقد في فبراير من عام 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشرفت مملكة البحرين بتنظيم التمرين الأول في نوفمبر 2016 وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن هذه التمرين النوعية تأتي انطلاقا من الرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتنفيذا لقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في ظل وحدة الهدف والمصير المشترك والحرص على تعزيز العمل الأمني الخليجي مما يتطلب رفع الجهزية والاستعداد وتوحيد المفاهيم لمواجهة كافة المخاطر المحيطة وحماية مقدرات ومكتسبات دول مجلس التعاون وهو ما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار الإقليمي وأضاف أن التدريب والاعتماد على المنظومات التكنولوجية الحديثة والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشكل عناصر جوهرية ورافدا أساسيا للعمل الأمني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة منوها إلى أن تعزيز التعاون والتنسيق في هذا الشأن ودراسة المواقف والإمكانات المشتركة في ظل المعطيات الراهنة من شأنه زيادة القدرات لدى دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الأمنية وأعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما قدمته من دعم تنظيمي وتقني ساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للتمرين وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دول المجلس لمواجهة التهديدات والمخاطر الإقليمية معبرا عن تقديره لما أبدته القوات الأمنية المشاركة من استعداد وجاهزية وكفاءة عالية وما قدمته من أداء أمني احترافي وقد بدأت فعاليات تمرين أمن الخليج العربي ثلاثة بتنفيذ عدد من الفرضيات بالتنسيق مع فريق القيادة والسيطرة عكست القدرات الميدانية والكفاءة الأمنية في التعامل مع الأحداث ومعالجتها باحترافية حيث نفذت القوات المشاركة الأدوار المنطة بها في إطار التدريب على سيناريوهات متعددة ومنظومة عمل تكاملية مشتركة أمن الخليج العربي ثلاثة تمرين تعبوي مشترك برهنت من خلاله القوات الخليجية المشاركة على ما تتمتع به من منعة وكفاءة وجاهزية عالية تقف صفا واحدا لمجابهة التحديات والأزمات التي تعكر صفوة وسلام خليجنا العربي هذا التمرين هو مشروع أمني خليجي مشترك يعد من أبرز المشاريع المهمة والتي استمرت على مدى ثلاث دورات حاليا خلال الست سنوات الماضية وكلنا نعلم بأن تمرين أمن الخليج العربي انطلق من مملكة البحرين ومن ثم في دولة الإمارات العربية الشقيقة والآن نختتم التمرين الثالث بكل نجاح واقتدار في المملكة العربية السعودية الشقيقة القوات الخليجية المشاركة تدربت بشكل مكثف على التعامل مع فرضيات أمنية متنوعة تحاكي مختلف التهديدات الأمنية التي قد تتعرض لها دولنا لا قدر الله لتكون دائما على أهبة الاستعداد للتصدي لكافة المخاطر بقدرة وكفاءة عالية شاهدنا اليوم ولله الحمد نجاح باهر لقواتنا الأمنية الخليجية المشتركة في تنفيذ هذا التمرين شرفنا بتشريف أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لحفلنا الختامي نجاحات على كافة الأصعدة ولله الحمد سواء في العمل الميداني كما شاهدتموه أو فيما هو خارج الميدان من الألفة والمحبة والتعاون الصادق بين الزملاء والأخوة الصادقة خلال مدة التمرين أتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها للتمرين التعبوي المشترك أمن الخليج العربي ثلاثة والذي تكلل ولله الحمد بالنجاح وهذا نجاح طبعا لم يتأتى إلا من جهزية واستعداد من المملكة ومن جميع أيضا القوات الأمنية الخليجية شاهدنا اليوم مستوى عالي من الكفاء والمهارة والقدرات في التعامل مع مختلف المواضلات هذا اندل إنما يدل على المستوى العالي لكافة القطاعات الأمنية بدول ميجلس التعاون الخارجي ولله الحمد هذا التمرين أسهم في تبادل الخبرات والمهارات والخطط التكتيكية والعملياتية وأيضا ساهم في توحيد المفاهيم الأمنية لهذه القوات لله الحمد شاهدنا نجاح في مملكة البحرين في التمرين الأول ونجاح في التمرين الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ولله الحمد شاهدنا مستوى عالي ونجاح كبير في المملكة العربية السعودية أمن مشترك رسالة خليجية واحدة انطلقت من البحرين وها هي تجوب الخليج وتؤكدها القوات الأمنية لدول الخليج العربي قوات لا يخور عزمها ولا تغفل عينها ولا يأمن عدوها جاهزية عالية وكفاءة متميزة أبدتها القوات الأمنية الخليجية المشاركة في هذا التمرين التعبوي المشترك لتؤكد على جاهزيتها وقدرتها العالية في حفظ أمن وسلامة واستقرار دول مجلس التعاول لدول الخليج العربية ولذا كون قوة رادعة لكل من تسول له نفسه العبثة بأمن وسلامة مجتمعاتنا يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرية